طبعا كلنا مبرح بالليل شفنا المطر واللي كان لسه مستمر لغاية من شوية يعني في حتة كتيرة من القاهرة وممكن في أماكن تانية من محافظات أخرى وكلنا تخضينا من صوت البرق صوت الرعد وشكل البرق في السماء موضوع يعني كان جديد علينا اللي هو الشتاء داخل بدري ولا إيه يا جماعة احنا لسه في الخريف فيعني لا يفتى وملك في المدينة نسأل منا بعد ما نقولها صباح الخير صباح الفل يا حسين وصباح الفل أول مطرة في الشتوية حاجة جميلة خالص جدا بس إيه اللي حصل ده يعني أنا معرفتش أنام من صوت البرق هي كان شوية أصوات كده يا حسين وموضوع عادة يعني خلاص 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 يعني بسيطة بحاجة بسيطة يعني طب متكررة مستمرة مستمرة يمكن تبقى مستمرة معنا لغاية مثلا الساعة 12 اتنين الظهر في الحدود دي مش هتبعد عن كده لكن الأجواء النهاردة ظريفة جدا على فكرة والتقس على فكرة مش عارف أقولها للناس زي الجو كمان ممكن يكون حر الله يطمن قلبك كل الأمهات اللي بيفكروا أنهم ما نزلوش ولادهم في المدرسة نزلوا ولادكم النهاردة اليوم ما فيهوش حاجة إن شاء الله هنستعرض معاكم جولة سريعة في أحوال التقس والتقس النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى برغم كل الأصوات اللي كنا سمعينها على مدار الليل النهاردة في القاهرة والواجه البحري الجو حيكون حر وماء للحرارة على السواحل الشمالية وفيه فرص أمطار خفيفة لمتوسطة هتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سينة وخليج السويس وشمال الصعيد كمان فيه فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل دلوقتي بقى خلينا نطملكون الناس اللي نزلين ونستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبتدي جولتنا من القاهرة واللي طبعا هتشهد كسفات مرورية أكتر من المعتاد بسبب سخوط الأمطار البسيطة وكمان انتظام الدراسة في يومها التالت رسميا بالمدارس والجماعات وتحديدا اللي هيبقى جاي من مناطق وسط البلد هنشوفه واللي جاي كمان من جامعة القاهرة ومن مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة واللي جاي في مناطق من مدينة أكتوبر طريق المحور في بعض الكسفات في اتجاه مدان لبنان أما بقى منطقة عبد المنعم رياض لما نمشي معاكم في اتجاه كبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس والمتجه لمدينة نصر والعباسية كل ده بيشهد سيولة مرورية نسبية طبعا احنا عارفين انها هتقل بعد شوية مع زيادة خروج الطلاب أو مع اقتراب مواعيد المدارس لو بقى هتاخد شارع بور سعيد في اتجاه الزاوية الحمرة والشرابية وحداي الأوبة وكبري السواح والأميرية ولغاية ما توصل للحلمية والمطارية المنطقة دي برضو حيكون فيها بعض الكسفات لان زي ما بنقول في عملية دخول المدارس بس فيه طبعا فيه تنظيم للدخول من قبل أو دخول المدارس من قبل رجال الشرطة المرورية اللي موجودين في كل مكان احنا كمان اللي حيكمل معانا بقى لمدينة نصر وبياخد محور الفنجري حنلاقي سيولة مرورية أما الطريق الدائري زي ما احنا شايفين ونفق السلام لأكتوبر في بعض الكسفات المرورية قبل نزلة اليوب وعند نزلة المحور وطلعت محور صفت المتجه لجامعة القاهرة المنطقة دي برضو حيبقى فيها بعض الكسفات المرورية نتأمل جولتنا ونروح اسكندرية وحركة المرور فيها رجعت للطبيعة المعتادة على الكورنيش زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا المنطقة اللي فيها كوبريستانلي فيها سيولة مرورية والشوارع الجانبية طبعا هنلاقي فيها بعض الكسفات المرورية في طريق الجامعة وشارع محمد نجيب ومحطة السوق ايضا هنلاقي فيها كسفات مرورية بتستمر لدخول الطلاب المدارس وكمان معاد وصول الموظفين بعدها بتحصل سيولة مرورية لغاية معاد خروج الموظفين والمدارس ايضا نروح بقى لدوميات ونشوف ايه اللي بيحصل هناك هنبتدي من طريق دوميات كفر البطيخ احنا شايفين فيه سيولة مرورية وحنرجع عند طريق دوميات راس البر اللي بيوصل لغاية طريق الهويس وصولا للكورنيش احنا شايفين سيولة مرورية نسبية وبعد ما بنوصل للكورنيش هنلاقي بعض الكسفات المتقطعة اللي برضو مرتبطة بدخول الطلاب المدارس اما بقى لو رحنا عند شارع الترعة الشرقوية فيه هنلاقي بعض الكسفات نتيجة اعمال التطوير اللي بتتضمن تنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري وكمان اماكن لانتظار السيارات لحل المشكلة اللي كانت موجودة هناك اما بقى الطريق السحلي الدولي هنلاقي فيه بعض الكسفات قبل دوميات الجديدة بعدها هنلاقي سيولة مرورية هنوصل لأسوان وهي الأعلى في درجة الحرارة النهاردة درجة الحرارة هتوصل لـ 42 درجة مقوية هنبتدي هناك من مدان السادات وتحديدا كاتدرائية رئيس الملائكة مخايل ومنها لشارع كورنيش النيل احنا شايفين سيولة مرورية موجودة معانا طول ما انتماشي على مدار الشارع الكسفات اللي احنا متعودين عليها عند منطقة الفنادق لسه موجودة بعد التمركز ده هنلاقي سيولة مرورية إلا في أماكن تواجد المدارس اجمالا النهاردة الجو مش هيكون صعب ولا هيكون فيه مشكلات إن شاء الله ربنا يسلم ولادنا كلهم كلهم يقدروا ينزلوا المدارس والجماعات واحنا كمان نقدر نروح أشغالنا يلا نروح على طول لباسانت والحسام نبتدي معاهم حلقتنا اتفضل يا حسام وتفضل يا باسانت شكرا لك يا منا تمنتينة ترجمة نانسي قنقر